نقطة تتحدث عن فارق نقطة خمس نقاط أمامنا هنا الحكم الشاب الأستاذ فريح الجلعود الذي يقود هذا اللقاء أتمنى أن أستمتع كثيرا نعم هنا حكم اللقاء الأستاذ فريح الجلعود الذي يقود هذا اللقاء وهناك كما تحدثنا على بركة الله تقبل تحياتي معلقا وواصفا على مجرياتي هذه المباراة عبدالله العمري أتمنى أن تستمتعون من خلال التسعون دقيقة التي ستمر على كل الفريقين دير بالأحساب وفي هذه المدينة الرائعة وفي هذه المدينة الجميلة المدينة التي لا طالما استمتعنا من خلالها وبمناظرها وأيضا بسكانها الحاضرين الكراماء الجيدين الحاضرين من خلال الرياضة والثقافة وأيضا على مدار التاريخ الكرة في بداية أولى لصالح فريق الجيل عند يبدو لنا نافع أسمر في اللقنة الماضية بينما هناك العدالة العدالة أصحاب الزي الأحمر بالكامل الجيل أصحاب الزي السماوي بالكامل هنا بداية تحضر إلى وسط الميدان نتحدث عن تاريخ لقاءات الفريقين وعن أيضا هذه المباراة بالتحديد الفارق النقاطي ليس كبيرا خمس نقاط تتحدث عن خمس نقاط ليس فارق نقاطي كبير ولكن عن المراكز هناك فوارق كبيرة ولكن بعد هذه الجولة ستحدد أيضا المراكز والمناطق الدافئة لأحدى الفريقين الكرة بتصل إلى وسط الميدان متابعة نعم نعم للتصحيح شكري الحمفوش الحكم الرابع الدولي الحاضر وليس بحمد الهويش هناك اختلاف بالأسماء ولكن الحكام جميعهم على تاريخ كبير جدا أيضا على مستوى الطاقم التحكيمي لهذا اللقاء وعلى مستوى هذه المسابقة الرائعة الكرة بتصل إلى وسط الميدان وصلت بشكل سهل جدا إلى تمريرها بقدم يسار نقلة بعد ذلك تتحدث عن أسماء في ذكة البودلاء وكأن الجلال قادري يتحدث عن ذكة البودلاء كل من إفرتون كل من الأسماء الأخرى وفرصة ولكن مرت إلى فرانشيسكو بيريرا نعم هذا فرانشيسكو بيريرا الحارس البرازيلي تتحدث عن حارس قدم كل ما بوسعة العام الماضي هذا العام يقدم نفسه لا زالت الأسماء البرازيلية والأسماء المحترفة تعطي إضافة بلا شك من خلال هذه المسابقة الكرة تصل على مهارة جميلة وعلى مرور رائع ولكن لا زالت الكرة يحافظ من خلالها وإلى كرة ثابتة لها صالح فريق العدالة نعم جلال القادري مدرب فريق العدالة التونسي الذي صالة وجالة بين فرق سعودية فرق أيضا على مستوى المسابقات العربية نتحدث عن ذكة البودلاء الهداف إفرتون في ذكة البودلاء لا يرمي به كالتشكيل الرسمية ولا يحضر في التشكيلة الرسمية أيضا فرناندو جابريل لا يتواجد في التشكيلة الرسمية لدى فريق الجيل هناك أسماء أخرى كاكيسي جوين أمانجو وأيضا هناك أسماء متعددة لكل من جاسم العيسى وأيضا عبد العزيز الطعيمة وائل الطس هناك أسماء عديدة أيضا تحضر في ذكة البودلاء فريق الجيل لا يبدأون كأسماء أساسية في هذا اللقاء الكرة بتصل إلى جات الأسار مرور رايح ولكن الكرة بتصل سهلة إلى الجاتل من افتكاك جميل عودة بكل هدوء إلى الخراء خراء يرسل الكرة طويلة إلى الأمام من فيصل وصلت هناك بنصية جميلة عادت إلى وسط الميدان تمريرها لا زالت ما بين لعبي فريق العدالة في اللقاء الماضية البحث من هذه الكرة وعن هذا المرور هناك أداتان يحاول لا زال يحفظ على كرتها هناك الضغط على حامل الكرة في اللقاء الماضية وبعد ذلك يكسب من خلاله هذا هو هذا هو لعب لعب فريق العدالة الذي تحدث عنه ناصر الدعجاني اللعب الشاب وهنا لدينا أمامنا محمد الكنيدري اللعب الذي يلعب بنظام العارة مع العدالة وتزدد الله على كرة جميلة على كرة رائعة وقوية من الدعجاني اللعب الشاب وتصدي جميل من فرانشيسكو شاهد الصورة شاهد اللقطة شاهد كرة على الطائر طار معها فرانشيسكو بريرا البرازيلي الواضح أمامنا في هذه الصورة نعم ركلة ركنيالية صالح فريق العدالة هذا هو ناصر هذا هو الدعجاني هذا هو اللعب الشاب الكرة بتلعب عالية طويلة رأسية السلام على تهديد حاضر في اللقنة الماضية ورأسية جميلة فيها الكرة الماضية للعدالة في هذه الدقائق بداية بلا شك جميلة للعدالة في هذه اللحظات هذا هو فرانشيسكو بريرا وركلة مرمى للبرازيلي في هذه الدقائق ناصر الدعجاني في تسديدة جميلة وفي ركلة ركنية رائعة نعم تحدث عن محمد الكنيدري اللعب اللعب نادي الهلال الرسمي والمعار إلى إلى العدالة لعب بالعمر عشرون عاما لعب شاب عند مستقبل كبير انتظر هناك من الأسماء الشابة التي تقدم إضافة بلا شك أيضا في هذا اللقاء عندما نتحدث عن نافع السميري الهدف لفريق الجيل بثمانية هدف الكرة بتصل إلى وسط الميدان يبحث عن المرور والمراوغة الجميلة والنقلة إلى الجهة اليسرى هذا الكنيدري الكنيدري يعود الكرة إلى الخلف يوقف من خلالها يرسل الكرة إلى وسط الميدان البحث عن التمريرات ولكن بعض من التمريرات العشوائية لا تأتي بحل أو بعنوان واضح هنا الكرة عارية بطول وصلت إلى الجهة اليسرى لصالح فريق الجيل تمرير سريعة إلى وسط الميدان طويلة إلى الأمام فيها فرصة فيها انطلاقة عبد القدوس عطية لازالت بين أقدام لعبي الجيل فيها لقطة وفيها تسديد مرت بسلام من أمام مربع عبد القدوس عطية هذا هو نافع اسم ميري ثمانية هداف صاحب الرقم تسعة وتسعين هو مية عالمية بصراحة مية عالمية نقول ما شاء الله لعب شاب لعب عنده عنده إمكانيات رائعة في أكثر من لقاء وفي أكثر من مواجهة وفي أكثر من جولة نشاهد أسماء شابة تقدم كل مو بوسعة داخل أرضية الميدان نقلة خاطئة تصل إلى وسط الميدان يوقف على كورتا تمريرا إلى جهة اليومنا نظرة إلى الأمام شاهد الكثافة الدفاعية من قبل فريق العدالة عبد القدوس عطية اللاعب الموليد اللاعب الذي قدم نفسه وبعده دعم رائع من معالي المستشار تركي الشيخ شاهدنا عبد القدوس عطية وبعض الأسماء الجميلة التي تتواجد كل من جابر عيسى مع الرائد عبد القدوس عطية مع الوحدة هناك أسماء عديدة تقدم إضافة عندما نتحدث عن اللاعبين موليد المملكة العربية السعودية الكراب نقل إلى جهة اليسار عرضية سريعة خطيرة هذه الكراب وصلت سهلة إلى عبد القدوس عطية نعم تصد رائع من عبد القدوس وتمريرا إلى كنيدري فيها فرصة انطلاق انطلاق للعدالة انطلاق للعدالة فيها فرصة وفيها انطلاق وهجمة سريعة تأخر فيها بعض الشيء يلعب الكراب إلى وسط الميدان هذه الكراب الخاطئة التي أتحدث عنها سريح وجميل في بداية هذا اللقاء حكم اللقاء الأستاذ فريح الجلعود يعطيها صافرة وكرة ثابتة لصالح فريقة الجيل ولي صالح فريقة بالتحديد نافع السميري حكم اللقاء الأستاذ فريح الجلعود الذي دار 12 مباراة من خلال هذا الموسم كحكم ساحة وثمان مباريات كحكم الرابع آخر مواجهة أو آخر لقاء حضرة من خلال هذا الحكم كان في مواجهة عرعر وألب كرية كحكم الرابعا وآخر مباراة حضرة كحكم ساحة كانت في مواجهة الدرعية من أمام الخليج بعد فوز الخليج بثلاثة أهداف مقابل لا شيء للدرعية الكرة تصل إلى وسط الميدان تمريرها جميلة إلى جهة لمنة فيها بينية ولكن الراسية والاستلام والتسليم وفرصة وكرة مارة الله على كرة جميلة ولقطة رائعة المدافع أصبح مهاجما في لحظة في الكرة الماضية شاهد تمريره تنافع وشاهد القدم اليمنى الجميلة في الكرة الماضية والرائعة في اللقطة الماضية هناك من الحريب الكرة تصل إلى خط الدفاع تمريرها إلى جهة لسار نعم تصل إلى الكنادري الكنادري يقود هذه الهجمة يرسل الكرة إلى وسط الميدان لمسة سريعة إلى قلب الدفاع نعم كما تحدثنا المباريات التي فاز فيها العدالة هي تسع مواجهات هي تسع مباريات آخر فوز كان من أمام الطائل بثلاثة هداف مقابل هدف وحيد المباريات التي تعادل فيها العدالة أيضا في تسع مباريات آخر تعادل كان من أمام الخليج بتعادل سلبي آخر خسارة تلقاها العدالة كانت من أمام الفيحة واحد صفر وعندما نتحدث عن الجيل خاض ثماني مباريات بالفوز وكان آخر فوز للجيل من أمام جدة والتعادل حضر للجيل في سبع مواجهات آخر تعادل حضر للجيل من أمام الشوع لا تلقى الجيل 11 خسارة ولكن لقطة لقطة لجأة الأسار عرضية ولكن سهل إلى فرانسيسكو بيريرا نعم رقم كبير جدا بتلقي الجيل خسارة 11 مباراة ولكن هذا لا يعني بأن الجيل في أسوأ مواسمة بل هو يقدم نفسه في كل موسم ويقدم نفسه بشكل رائع ولكن دوري الأمير محمد بن سلمان وهذا المسابقة الرائعة والجميلة صعبة جدا بصراحة على جميع الفرق يعني تشاهد فريق في الصدارة بعد ذلك يحضر في المراكز الوسطى بعد ذلك في الجولات الأخيرة يتواجد في المراكز المتأخرة يعني الأمور قد تنقلب رأسنا على عقبه ولكن الحزم فعلها يبدو لنا وهو الأقرب للتاهل وإلى الوصول بفارق نقطي كبير جدا الكرة بتصل إلى وسط الميدان لمسى إلى الجهة اللومنا نظرة إلى الأمام شاهد التحرك شاهد التحرك بدون كرة والجمال في مثل هذه الكرة والجمال في هذا التحرك بدون كرة بهذه الطريقة الجميلة وإعطاء المساحة بعد ذلك إلى رمي الجنبي صالح الجيل يعني لا تقول للعدالة هو الأخطر ولا تقول الجيل هو الأخطر عندما تتحدث عن ديربي يصعب عليك التوقعات بلا شك الكرة بتصل إلى الجهة الأمنا تمريرا جميلة باص جميل لقطة ولكن صافرة من حكم اللقاء وكرة ثابتة لصالح ناصر الدعجاني يشكل خطرا بلا شك هذا فيصل خراع من أمامي حكم اللقاء لأستاذ فريح الجلعود وكرة ثابتة لصالح فريق العدالة شاهد التدخل شاهد التدخل على ناصر الدعجاني في اللقاء الماضية وكرة ثابتة لصالح فريق العدالة في هذه اللحظات نعم حديث في هذه اللقاء وفي هذه الكرة كرة ثابتة لصالح فريق العدالة في هذه الدقائق والكرة الثابتة الأقرب إلى حد هذه الدقيقة وهي لصالح فريق العدالة الكل إلى الأمام والانتظار في مثل هذه الصورة نعم وقد نقترب إلى ربع ساعة أولى من الشوط الأولى الكرة تلعب عالية رأسية ولكن الكرة مرت من الدفاع الكرة بالطول إلى الأمام سهلة جدا إلى الدفاع حذاري هذه الكرة نافح سريح أسرع أسرع ولكن نعم أصلح الخطأ في اللقطة الماضية وسرعان أمام اتخذ القرار بعد ذلك ابتصل إلى الجهتل ومن برافو على القتالية الجميلة في الكرة الماضية من عبد العزيز مجرشي في هذه الكرة هذا هو عبد العزيز رمية جانبية ابتلعب سريعة إلى وسط الميدان إلى الأمام هذه الكرة ابتلعب عشوية وعالية بعد ذلك صافرة بعد تدخل وإلى كرة ثابتة لأصالح فريق العدالة يبدو لنا ضربة حرة غير مباشرة لأيهم العدالة تاريخ كبير جدا جمع الفريقين تاريخ كبير جدا جمع الفريقين تتحدث عن العدالة فاز في ثمان مواجهات من أمام الجيل الجيل فاز في أربع مواجهات تعادل الفريقين في ست مواجهات هذه المواجهة تاسع عشر لكل الفريقين هذه النتيجة صفر صفر حضرت مرتين كان في عام كان ذلك في عام الفين وسبعة عشر وكان أيضا في عام الفين وثمانية عشر بالتعادل السلبي الكرة بتصل إلى الجاتل تمريرا سريعة خاطية كثرة الكراءات الخاطية كثرة الكراءات الخاطية قد تسبب نوعا ما الوصول إلى إلى مرمى الخصم بشكل أسهل نعم الكرة بتصل إلى وسط الميدان تمريرا جميلة إلى جهة اليسار يبحث من خلالها وسط ازدحام دفاعي واضح ولكن الكرة سهلة إلى فرانشيسكو بيريرا بيريرا يا بيريرا نعم فرانشيسكو بيريرا الذي تحدثنا عنه وعندما أتحدث عن الأسماء الشابة وعن أيضا اللعبين في دكة البودلاء هناك أسماء عديدة أيضا في أدكة البودلاء قد نشاهد أوراق ولكن الرتم إلى حد هذا الدقيقة جميل بصراحة لي لكرة الفريقين هنا من خلال هذا اللقاء الكرة بتصل عالية طويلة عرضية الكرة الماضية ولكن الكرة بمبدأ الأمان وإلى ركلة ركنية لصالح فريق الجيل في هذه الدقائق هذا مجرشه وهنا مشاهدين متابعين أينما كنتم هنا من مدينة الأمير عدلا بن جلوي الرياضية بالأحساب تعادل السلبي في ربع شاعة أولى ما بين الفريقين العدالة والجيل دير بالأحساب لازال على رتمة الجميل والمحتاد تتحدث عن العدالة تتحدث عن الجيل تتحدث عن الفتح تتحدث عن الهجر تتحدث عن النجوم تتحدث عن يعني لا أريد أن أنسى اسم فريق حاضر من مدينة الأحساب ولكن فريق الأحساب غني عن التعريف وغني عن مستوياتها الرائعة الكرة من ركل الريك بتلعب عاليا ولكن راسيا مرت فيها اللقبة الماضية راسيا بتعود هل فيها مرتدة من الدعجاني ولكن الكرة مرت وصلت إلى جهت شاهد الانطلاق شاهد الانطلاق استلام جميل انطلاق رائع ولكن وسط دفاع حاضر في هذه الكرة افتكاك رائع وجميل بهذه الصورة وعدم مجود خطأ في اللقبة الماضية يا السلام على بعض الكرات وعلى بعض المدافعين في افتكاك بعض الكرات بهذه الصورة وبهذه الطريقة عندما تشاهد هذا الافتكاك عندما تشاهد افتكاك بعض الكرات بدون صافرة بدون خطأ بدون جدال وبدون حديث وبدون رواية من أيضا المنافس الآخر الكرة بتصل إلى الجهة الأمنام متابعة في هذه اللقطة إلى جهة اليمين ولكن الكرة بطول سريعة رأسية جميلة ناقلة بعد ذلك لازالت في وسط الميدان شاهد المساحة المساحات الكبيرة المتواجدة في أرضية الميدان نعم مبرامة فتوحة من الدقائق الأولى وهذا دل على أيضا الإصرار وعلى البحث عن ثلاث نقاط مهمة وغالية وثمينة بلا شك لكل الفريقين الفارق النقاطي ليس كبيرا الفارق النقاطي بين العدالة والجيل والجيل والعدالة خمس نقاط أي بمعنى لابد من الفوز في هذه المواجهة الكرة بتصل إلى وسط الميدان سريعة هذه الكرة سريعة هذه اللقطة نقلة إلى الأمام نأفع سميري ولكن وجود الراية في الكرة الماضية وجود الراية في الكرة الماضية نعم الراية حاضرة من المساعدة الثانية حسن آل سلام نشاهد هذه الكرة وشاهد هذه اللقطة نعم نعم وجود الراية الراية في محلها الكرة واللاعب تجاوز وسط الميدان وكان في موقف أوف سايد بعد ذلك راية سليمة يبدو لي من المساعدة الثانية الأستاذ حسن آل سلام ركلة مرمالية صالح فريق الجيل في هذه اللحظات فرانشيسكو بيريرا نعم فرانشيسكو بيريرا البرازيلي الذي لا طالما شاهدنا حراس قدموا إضافة كبيرة بصراحة لهذه المسابقة يا السلام على هذه اللقطة وعلى كرة بالكعب جميلة بتعود إلى الجهة لبناء لا زالت هذه الفرصة تمريرا دوران في هذه الكرة سرعة تجاوز أكثر من لاعب يا الله على مرور وعلى على مهارة في اللقطة الماضية ولكن لا تكمل هذه الكرة ابتصل إلى الجهة لبناء السرعة قد تحضر نعم حاضرت ولكن الدفاع هو الأقرب لهذه الفرصة الكرة بتعود إلى قلب الدفاع تتحدث عن عبدالله درويش المدرب المصري ستون عاما نعم بداية كانت في الشرق السعودي بعد ذلك التعاون بعد ذلك أحد بعد ذلك الجبلين الحزم الجبال إنبي المصري الجيل السعودي الوطن السعودي العدالة المزحمية يعني هذا دار دار جميع أو أغلب فرق المملكة العربية السعودية أغلب فرق كرتنا السعودية هذا المدرب صاحب الخبر الكامير عبدالله درويش أيضا التونسي جلال القادري التونسي الذي حضر من تونس وشهدنا وشهدنا مع عدة فرق كل من ضمك والأنصار والنهضة والخليج وبعد ذلك في الدور التونسي مع شبيبة القيروان والنادي البنزرتي وأيضا هناك مع فريق الإمارات الإماراتي والأهل طرابلس في ليبيا وبعد ذلك عاد إلى الكرة السعودية ومن بوابة العدالة الكرة تصل إلى خط الدفاع يعني هذه المعلومات عن كل المدربين هي رسالة بلا شك بأن أغلب المدربين العرب يقدمون أفضل ما بيصعهم ويحظون أيضا بفرصة كبيرة جدا في أغلب المسابقات ولهم صورة جيدة بلا شك أشقان العرب المتواجدين في هذه المسابقة وفي كأس دوري لبن الحمد السلمان الكرة تصل إلى وسط الميدان البحث عن الفرصة البحث عن البناء هجمة وعن هدوء تام يصل من خلال أحد الفريقين الجيل أقرب العدالة حضر في دقائق أولا ولكن هنا في فرصة عبد القدوس عطية لا زالت الكرة الماضية ولكن بالسلامة لعبد القدوس بالسلامة لعبد القدوس وبالسلامة لعب الجيل الحضر والسقطة لأرضية الميدان هناك ماركوس بابي ماكاولي ماركوس نعم ماركوس الواضح أمامنا في الصورة لعم من ليبيريا 29 عام ماركوس تحدثنا عنه نعم هو الذي بدأ في الدور الأردني ما بين الأهلي واليرموك والشباب العقبة اليوم نشاهد مع الجيل ماركوس الكرة فيها فرصة لمس من قدم يمنى لازالت السرعة الكرة الماضية ولكن هنا الإصرار شاهد الإصرار شاهد الإصرار نعم عندها عنده اهدار الكرة عادة لانتزاعها بعد ذلك الكرة تلعب عالية وتسديد ولكن الكرة مرت وإلى إلى ركلة مرمى لصالح فريق الجيل نعم لمس رائع وكرة جميلة في اللقطة الماضية تسديد قوية في هذه الكرة تسديد قوية من عبدالله خطاب كاد أن يلقي خطابا ورسالة إلى مرمى فرانسيسكو بيريرا ولكن الكرة مرت إلى ركلة مرمى صالح فريق الجيل في هذه الدقائق الكرة من ركلة مرمى تلعب عالية طويلة إلى الأمام وصلت إلى رمية جانبية صالح فريق الجيل عند مجرشي مجرشي يتابع لمس إلى وسط الميدان نقلة بعد ذلك إلى جهة اليسار استلام وهدوث في هذه النقلة جميلة ولكن الدفاع حاضر في اللقطة الماضية والمتابعة الجميلة من هذا اللاعب الواضح عبد المجيد السعيد نعم لا يبدو سعيدا على الكرة الماضية هذا عبد المجيد السعيد نعم لاعب يقدم إضافة كبيرة في وسط الميدان والكرة تصل بعد ذلك إلى الجهة الأمنى نعم الكرة تصل إلى الأمام استلام لهذه الكرة ومتابعة في هذه اللقطة الكرة لا زالت إلى الجهة الأمنى ناصر دعجاني تمرير عادت إلى قلب الدفاع نقل بعد ذلك من عدل عزيز مجرش إلى جهة ناصر البحث عن فرصة والبحث عن مساحة ولكن هذه المساحة هذه المساحة هذه المساحة الله على تسديده والدوران جميل يا السلام يا السلام يا ناصر يا السلام على الدعجاني شاهد الاستلام والدوران والتسديد شاهد الصورة الجميلة شاهد ناصر شاهد المهارة والدوران والتسديد بعد ذلك مرت بسلام من أمام فرانشيسكو بيريرا الحسرة لابد منها يا ناصر ولكن الصورة كانت أبلغ من العنوان والصورة كانت بشكل رائع بصراحة يا ناصر الدعجاني يقدم شوط أول جميل بلا شك في هذا اللقاء الكرة بتصل إلى وسط الميدان تمرير عادت بعد ذلك إلى رمية جنبية نافع السميري يعني ممكن يعني ممكن تطلق عنوان للشوط الأول تطلق عنوان للشوط الأول يعني عندما تسأل أو عندما تأتي بالسؤال على الشوط الأول وعندما تأتي بعنوان للشوط الأول هي مباراة خاصة أو شوط أول خاص ما بين ناصر الدعجاني اللاعب الشاب مع فريق العدالة ونفع السميري في الجهة الأخرى اللاعب الشاب مع فريق الجيل هذه الكرة الماضية وهذا تدخل عبدالله خطاب الخاطئ في الكرة الماضية إلى كرة ثابتة لأصالح فريق الجيل الكرة تصل إلى الجهة الأسهر عادت بعد ذلك إلى وسط الميدان استلام لهذه الكرة تعود بعد ذلك إلى خط الدفاع شهد المساحة التي تحدث عنها والفراغات المتواجدة وعدم هناك وجود تنظيم واضح لكل الفريقين مباراة مفتوحة هذا شيء جميل ولكن المساحة بهذه الطريقة قد تعطي هناك أمور مختلفة الكرة بتصل من قدم يومنا إلى الأمام طويلة إلى جهة الأسهر يا السلام على الاستلام يا السلام على الاستلام هل من مهارة هل من مرور ولكن الحود إلى وسط الميدان قدم يومنا وتسديد قوي الله على كرة جميلة وعلى تصدي رائع من فراشيسكو بيريرا والله والله تم اختبار فراشيسكو بيريرا بطريقة جيدة في الشوط الأول بطريقة رائعة في الشوط الأول البرازيلي اختبر بطريقة رائعة في الشوط الأول وكان وكان على تم الاختبار وكان في المرصاد تماما فرانسيسكو بريرا نعم حامل عرين وتصدى لأكثر من كرة في الشوط الأول تم اختباره بشكل جيد بصراحة في لقطة ناصر في كرة عبدالله خطاب في لمسة مجرشي في رأسية حاضرة أكثر من لمسة من العدالة الكرة بتصل إلى الجهة لأمنا لمسة من عبدالله خطاب تمريد الكرة فيها صافرة من حكم اللقاء وكرة ثابتة لصالح فريق العدالة في اللقطة الماضية الحريب يبدو لنا في الكرة الماضية وإلى كرة ثابتة لصالح فريق العدالة كرة ثابتة لصالح فريق العدالة نعم عبد الرحمن الحريب حديثة مع حكم اللقاء في الكرة الماضية وكرة في وسط الميدان تمريره سريعة إلى الجهة لومنا مجد رشي يبحث عن التمرير وعن النقلة الكرة بتلعب بكل هدوء ابتصل طويلة إلى الأمام عند عبدالله خطاب يلتحق بهذا الكرة برافو عبدالله عادت إلى الجهة لومنا لازالت عند مجد رشي مر فيها مجد رشي عد فيها مجد رشي لازال يبحث عن الكرة يا السلام على على أسرار مجد رشي بهذا الصورة وفي الكرة الماضية يكسب من خلالها راكلة ركنية في اللقطة الماضية نعم شاهد مجد رشي عبدالله خطاب اعتقد بأن بأنها في موقف أفساد بعد ذلك ترك الكرة الماضية مجد رشي أعطى هناك أسرار عجيب وكسب من خلالها راكلة ركنية لصالح فريقه راكلة ركنية لها صالح فريق العدالة الكرة من قدم ناصر الدعجاني عالية طويلة لوراسيا مرت الكرة الماضية أبرافو أبرافو اللقطة الماضية وإلى ركنة مرمى لصالح فريق اللاجين شاهد الارتقاء العالي في الكرة الماضية ارتقاء عالي في اللقطة الماضية وبعد ذلك إلى ركنة مرمى عنده فراشيسكو بيريرا رضو عطاسي كان في الكرة الماضية كان في الرسية الماضية الكرة بتصل إلى وسط الميداني عادت بعد ذلك قدم يسار إلى الأمام هذه الرسية بتعود إلى بيريرا مرة أخرى يا بيريرا شوط أول نقترب إلى نصف ساعة إلا ثلاث دقائق متبقية من نصف ساعة أي بمعنى 28 دقيقة مرت من هذا اللقاء إلى حد هذه اللحظة ولكن هذه الفرصة هذه الفرصة هذه الفرصة هذه اللقطة يبحث عن التمرير مر بطريقة جميلة ولكن أبرافو على فاس الخراع أبرافو على فاس الخراع خبرة خراع تفوقت على عبدالله خطاب في اللقطة الماضية شاهد اللقطة من عبدالله خطاب ولكن فيصل في اللحظات الأخيرة إلى ركلة ركنية هذا ناصر دعجاني ركلة ركنية للعدالة ركلة ركنية في هذه اللحظات الكل يتقدم إلى الأمام هذه كرات رضا عطاسي الكرة بتلعب عالية طويلة إلى الأمام ولكن بيريرا أقرب في هذه اللقطة الكرة بتصل إلى جهة ناصر خاطئ بالطول سريعي السلام على المرور على الجمال على التخطي وهنا الصافرة تحضر الصافرة تحضر في مكان خطير الصافرة تحضر في مكان خطير البرابع عظيم يكسب كرة ثابتة لصالح فريق العدالة شاهد الحديث شاهد الصورة شاهد هذه اللحظات التي من خلالها يعطي حكم اللقاء أيضا بعض من التوضيح بعض من الأمور ولكن كرة ثابتة لصالح فريق العدالة هنا الكنادري المعار من نادي الهلال عشرون عاما اللاعب الشاب خلف هذه الكرة وكرة ثابتة لصالح فريق العدالة هل من فرصة تصل بالعدالة شاهد اللقطة الماضية وجود الدفع الواضح في الكرة الماضية من الخلف من اللاعب ابراهيم الشهري وكرة ثابتة عند الكنادري محمد الكنادري كرة ثابتة في هذه اللحظات قدم يسار الكنادري الكنادري من قدم يسار يلعب لكرة عرضية عالية مرة الكرة الماضية وإلى ركلة ركلية برافو على الدفاع برافو على الدفاع ضغط مستمر هذا الكنادري لاعب نادي الهلال المعارة الى نادي العدالة واللاعب الذي يمثل العدالة حاليا ويقدم افضل ما بيسعى من خلاله هذه اللقاءات الكرة بتلعب الناصر عادت الكندري الى ناصر الدعجاني عرضية في مكان ولكن راسية بتعود عادت هذه الكرة الى وسط الميدان لمسة سريعة بكل هدوث تعود الى الخلف طويلة الى الامام من مجرشي ولكن الكرة الماضية ابتصل الى الجهة الامنا رضا عطاس يتقدم ويعود الى الخلف هذا اللاعب التونسي اللاعب الذي تحدث عنه اللاعب الذي يقدم بصراحة مع العدالة هناك على مستوى الدفاع بشكل رائع كما تحدثنا رضا اللاعب المغربي عفوا نعم ثلاثون عاما بدأ في بيسبي هناك الفرنسي بعد ذلك الى حسنية تكادير في الدور المغربي والى العدالة من خلال العام الماضي الكرة بتصل الى وسط الميدان تمريره سريعة لازالت الكرة الماضية طويلة الى الامام والرسية حاضرة ولكن الكرة مع قدم يصار تتشتت بهذه الصورة وبهذه الطريقة عادت الى وسط الميدان تمريره جميلة ابتعود الى خط الدفاع سهلة جدا بقدم يصار من رضا عطاسي تمريره الى الامام الكرة الماضية اللقنة الماضية لا زالت لا زالت فيها 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 فرصة ولكن الصافرة من حكم اللقاء الاستاذ فريح الجنعوت يعطي صافرة هذه كرة ناصر الدعجاني مع السعيد في اللقنة الماضية والكرة بتلعب طويلة الى الامام طويلة الى الامام فرصة عن نافع اسميري حافظ على كورتا يرسل الكرة جميلة لا زالت الكرة مع الجهة الامنا استلام لهذه الكرة بعد ذلك الى وسط الميدان هل من نقلة هل من تقدم حاضر هل من مساحة واضحة الكرة بتصل الى وسط الميدان لا زالت في هذه الدقاء وفي هذه اللحظات الكرة بتلعب الى العدالة تمريره الى عبدالله خطاب وين مجرشي الكرة عن مجرشي ولكن الراية على مجرشي في هذه اللقطة الراية على مجرشي في هذه الكرة او كرة ثابتة لصالح فريق العدالة نعم يبدو لي كرة ثابتة لصالح فريق العدالة في هذه الدقاءة هنا استلام لصالح فريق العدالة الكرة الماضية مبارك الاسمري من ما يعرف مبارك الاسمري من نعم مبارك الاسمري اللاعب صاحب الخبرة الكبيرة اللاعب الذي مثل الشباب مثل عدة اندية ولاعب عنده ثقل داخل أرضية الميدان ديه الثقل داخل أرضية الميدان لاحب خبرة لاحب يكسب خدمات العدالة ويقدم أداء رايعا كلما زاد بالعمر كلما زاد بالعطاء كرة ثابتة لصالح فريق العدالة والكرة مع قدم يمنى هنا لصالح العدالة من خلف الكرة يبدو لي ناصر دعجاني خلف هذه الكرة المتخصص للكرة ثابتة الكرة بتلعب آلية ولكن مرت من أمام رضا عطاسي الكرة بتعود إلى وسط الميدان أو هذا الناصر بتعود إلى قلب الدفاع تمريرا إلى جهة الاسار لمسة بكل هدوء الكرات الطويلة نشاهدها في أكثر من لقطة رضا عطاسي في الأمام لا يريد العودة إلى الخلف المدافع الذي تقدم وحذارة من المرتدات فصل عمر يتلقى البطاقة الصفراء الأولى في هذا اللقاء الكرة بتصل إلى الجيل سلمنا لمسة سريعة طويلة إلى الأمام والكل يتابع من خلال حكم اللقاء يعطي فيها صافرة وكرة ثابتة لصالح نافع السميري في هذه الدقائق شاهد الصورة شاهد اللقاء شاهد نافع السميري مع مجد رشيف الكرات الماضية يكسب من خلالها كرة ثابتة نافع السميري نعم حكم اللقاء حكم الشاب لستاذ فريح الجلعود يقدم بصراحة مباراة جميلة ورايع يدير اللقاء على أكمل وجه لستاذ فريح الجلعود الكرة بتصل إلى الجاتل أمنى تمريرا جميلة ولكن الكرة مرت إلى رمية جانبية لصالح فريق الجيل نعم الكرة بتصل إلى رمية جانبية والكل يتابع من خلال هذه الدقائق أمور عديدة نعم ننتظر هدف قادم لأحد الفريقين لا نريد أن ينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة بلا شك لأننا لأن كرة القدم نستمتع من خلالها بالأهداف والأهداف مهمة في كرة القدم وهي الأهم بلا شك الكرة بتصل بلمسة بالكعب لا زالت فرصة للجيل فرصة للجيل فرصة للجيل الكرة فيها افتكاك فيها افتكاك من مجرشيب عادت إلى الأمام الطويلة إلى وسط الميدان رأسية سريعة بتعود إلى الدفاع حذاري يا السلام يا السلام على 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 البرود على الثقة العالية في الكرة الماضية وعلى المرور الجميل وعلى المهارة نعم تعادل سلبي لحد هذه الدقيقة مشاهدين متابعين أينما كنتم عبر قنوات كيس اسبورت هنا في هذا الملعب من مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء ومن هذا الديربي أي ديربي حاضر وأي ديربي جميل وأي ديربي منتظر تماما نعم أبناء الأحساء وفي هذه المدينة هذه المدينة التي حديثا أصبحت منبعا للبترول وقديما منبعا لللؤلؤ وأقدم بالتاريخ هناك في كل تاريخ يحضر وفي كل عصر هذا التاريخ الأحساء تبقى الأحساء بجمالها وبحروفها المغنام وبنخيلها الجميلة وبهواها النقية الرائع وبسكانها الذين بصراحة يجعلون خجلين تماما بالكرم والشهام وبكل ما تعنيه من كلمة لأبناء الأحساء هذه المدينة الجميلة الكرة تصل إلى قلب الدفاع نعم الأهداف لا تحضر إلى حد هذه اللحظة وعندما نتحدث عن الأهداف لابد أن نذكر هداف هذا الدوري وهذه المسابقة إلى حد هذه اللحظة كارلس ديمورا من الجبلين بـ 15 هدفا أبراهيم دياموندي لاعب أحد بـ 15 هدفا الحاجة أثمان باري بـ 14 هدفا هنا لقطة وهنا السعيد من أمامي عبدالله خطاب مان تومان يا عبدالله ويا السعيد ولكن الشوط العول ليس سعيدا لأحد الفريقين إلى حد هذه اللحظة يا السلام على مرور هل من تزديدها هل من مراوغها هل من متابعة الكرة بتعود للخلف فيها فرصة فيها فرصة فيها فرصة فيها لقطة للجيل فيها تزديدها ولكن الكرة الماضية مرت الكرة الماضية عدت وصلت إلى الجهة الأمنة الكرة إلى جهة الأسار سريعة للجيل لقطة جميلة الكرة بتصل سريعة لازالت إلى وسط الميدان يا السلام على المرور والتزديد مرت بجانب قائم عبدالقدوس عطيها إلى ركلة مرمى لصالح العدالة إلى ركلة مرمى لصالح العدالة نعم تزديد رائعة في اللقطة الماضية كرة جميلة فيه الكرة التي مرت واللقطة التي مرت الكرة بتلعب عالية طويلة إلى الأمام ورمية جنبية لصالح فريق العدالة رمية جنبية في الجهة الأمنة الدقائق واللحظات المتبقية على نهاية الوقت المتبقي من الشوط الأول رمية جنبية لصالح فريق العدالة في هذه الدقائق مباراة بتعادل سلبي حاضر إلى حد هذه اللحظة نريد هدفا لكي نستمتع كثيرا من خلال هذه الأحداث الفرص حضرت الخطورة حضرت جميع عوامل كرة القدم في الشوط الأول حضرت ولكن هدف سيعطي الأمور أكثر جمالا وأكثر بصراحة استمتاعا مما هو عليها الكرة تصل إلى وسط الميدان لا زالت إلى تمرير جميلة إلى الأمام الكرة تلعب هنا فيها تخطي هنا فيها لمسة هنا فيها استلام رائع عادت إلى الجهة اليومنا عودة بعد ذلك إلى الخلف بناء للهجمة انتظار للفرصة اعطاء هناك مساحة التفكير مملية جماعة في بعض الأوقات نعم التفكير مملية جماعة في بعض الأوقات عندما يكون التفكير على مدى هذا الشوط أو على مدى الشوط الثاني أعني بكلامي وبحديثي مدربية الفريقين في الشوط الثاني ما هي الأفكار وما هي الحلول وما هي الأسماء وما هي الأوراق التي ستحضر في الشوط الثاني من كلا المدربين هناك عبدالله درويش وجلال القادري مواجهة مصرية تونسية خالصة تماما كما نشاهد ديربي بالأحساء ومن أبناء الأحساء الديربي الرايع الكرة تصل إلى الجهة الأسرة تمرير إلى وسط الميدان نقلها بعد ذلك السلام رائع ومرور ولكن فيه مبدأ تأحب تمرير إلى الأمام وتسديدها ولكن الكرة الماضية مرت اللقطة الماضية ليست بهذه الصورة وليست بهذه الطريقة شاهد التمرير شاهد الأسست الرائع شاهد التسديد وين الكرة الماضية وين الكرة الماضية الكرة الماضية مرت في اللقطة مرت في هذه الصورة من منصور المولد وإلى ركنة ركنية الدفاع كان حاضر بالمرصاد بلا شك فيها اللقطة الماضية ناصر دعجاني الكرة مع قدم يمناع عالية ابتل عبراسية مرت الكرة الماضية سريعة لازالت نافع وناصر وكرة ثابتة هذا الحديث الذي تحدث عنه هذه المواجهة التي تحدثت عنها ناصر ونافع الكرة بتصل إلى جهة الأسار سريعة لازالت عودة إلى الخلف وصلت سهلة إلى وسط الميدان إلى وسط الميدان يبحث من خلال تمريرها إلى الجهة اليوم لازالت الكرة عند السعيد السعيد مر السعيد يبحث السعيد عاد إلى الخلف الكرة بتلعبها لعرضية جميلة ولكن مجرشي أقرأ في الكرة الماضية إلى عبدالقدوس عطية برافو مجرشي نعم بصراحة شوط أول رائع عليك للفريقين العدالة كان أخطر ولكن الجيل حضر بطريقة الدفاعية الجميلة والرائعة يعني خطورة هجومية وخط هجومي رائع من العدالة وخط دفاعي رائع من الجيل مواجهة هجومية دفاعية خالصة من خلال هذه الدقائق الكرة بتعود إلى الخلف لمسا إلى جهة اليسار يبحث عن المرور من أمام فيصل خراع ولكن الكرة بتعود إلى الخلف لازالت فيها تمرينة فيها تسديدة من مسافة بعيدة والكرة بتعود لازالت للعدالة ولكن الدفاع يحضر الكرة لازالت فرصة للعدالة لا وجود لراية لا وجود لراية وتسديدة الله إن لم يكن الدفاع حاضر فرانشيسكو حاضر بيريرا حاضر نعم شاهد اللقطة وشاهد التسديدة بقفاز واحد بيريرا ينقذ الموقف في اللقطة الماضية الله على فرانشيسكو بيريرا برافو يا بارازيلي برافو والله برافو يا بارازيلي برافو الكرة إلى ركلة ركنية عند ناصر دعجاني الدعجاني من ركلة ركنية من قدم يمنى عالية طويلة برافو على التسدي أو الرهسية عادت بعد ذلك إلى لمسة بتصل إلى الجيل لمسة سريعة التعود كثرت 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 الكرات الخاطئة التي التي لا طالما تحدث عنها هذا الاستعجال في بعض الكرات عدم التركيز في بعض التمريرات هناك فقدان التوازن لبعض اللمسات الكرة عند المولد المولد استلام المولد في حديث تمريرها إلى الخلف مروا الرايح وتزديدها الكرة فيها فرصة ولكن الدفاع يحضر في اللقطة الماضية الدفاع يحضر فيه على الكرة الماضية سريعة للجيل سريعة نافعة لازال ولكن الكرة الماضية بالطول على نافع السميري بالطول على السميري وعادت إلى الجهة الأسرة أي 45 دقيقة تمر من خلال الشوط الأول حدثوني عنها يا جماعة أي 45 دقيقة تمر من خلال الشوط الأول بهذه الصورة لا توجد الأهدف وجدت المتعة وجدت الخطورة وجدت الاستحواذ والأفضلية والعوامل الجميلة في كرة القدم ولكن هذا ليس كافيا في كرة القدم إن لم تحضر الأهدف الكرة بتصل إلى قدم يسار تمريرها بعد ذلك وصلت في لمسا إلى جاءة الأسار مرور رائع مر بشكل جميل مر بشكل رائع والعرضية ولكن الرأسية ابتعود إلى الخلف وهناك لاعب ساقط على أرضية الميدان من فريق الجيل بالسلامة 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 وهنا مع هذه الكرة يوني حكم اللقاء الأستاذ فريح الجلعود بعد هذه الكرة بالسلامة للسعيد شوط أول رائع شوط أول ممتع شوط أول جميل لكل الفريقين وهذا التدخل الأخير ما بين عبدالله خطاب والسعيد في الكرة الماضية شوط أول بصراحة يليق بكل الفريقين ولكن شوط ثاني منتظر لا تذب بعيدة مشاهدين المتابعين أينما كنتم سنكون معكم بعد منتصف منه الوقت وبعدها ربع ساعة من الآن في شوط الثاني منتظر بحول الله أولى قبل انطلاق صافرة البداية من حكم اللقاء الأستاذ فريح الجلعود من الشوط الأول الذي تحدثنا عنه هنا شوط ثاني على بركة الله نبدأ شوط ثاني ما بين الفريقين العدالة والجيل من خلال هذه الجولة الجولة السابعة والعشرون من مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى العدالة أصحاب الزي الأحمر بالكامل الجيل أصحاب الزي السماوي بالكامل شوط أول مر شوط أول عدة بشكل رائع وبرتم سريع شاهدنا على مدار خمسة واربعون دقيقة لم يتواجد الوقت بدأ الضايع بالمعنى لصح للي حكم اللقاء ولكل الفريقين ولكن شوط ثاني هل سيكون بنفس الصورة وبنفس الرتم وبنفس الأداء لا نعلم الدقائق لازالت هناك تخبئ الكثير والكثير لكل الفريقين الكرة تصل إلى الجاتل أمنى فيصل خراع تمرير بالخطأ عادت إلى وسط الميدان لازالت ولكن برافو من الدفاع إلى الأمام وإلى الجاتل أمنى استلام في هذه الصورة استلام في هذه الكرة لازالت إلى الجاتل أمنى تمرير اللعب على الأطراف ولقطة من مجرشي أو نعم هذا مجرشي هذا مجرشي يحيى عادت من الكرة إلى الخلف لازالت في وسط الميدان وفي مكان خطير وتسديد الله الله يا عبد الله خطاب الله على أسست رائع واستلام وتسديد بعد ذلك مرت من أمام مارما فراشيسكو الدفاع الأقوى يحضر بخلال هذا اللقاء من شوط أول ومن هذه اللقطة دفاع الجيل بداية وخطورة أولى لفريق العدالة الكرة إلى راكلة ركنية عند ناصر الدحجاني اللاعب الشاب الكرة من قدم يمنى ابتلعب عالية رأسية جميلة عادت خطيرة وللتسديد وللتسديد مار عدام عرضية جميلة لازالت خطيرة 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 للعدالة نعم هذا التدليل حاضر إيفرتون بديلا على حساب منصور المولد إيفرتون الهدف نعم كما تحدثنا عنه هنا فرصة للجيل هنا فرصة للجيل تقدم لا 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 الشوط الثاني وكأن الشوط الأول لم ينتهي تماما يا جماعة وكأن الشوط الأول لم ينتهي تماما بنفس الرتم وبنفس الأداء وفي أول الدقائق وكأننا نلعب نعم في 46 دقيقة إلى 47 دقيقة تستكمل مما تبقى في الشوط الأول الرتم سريع لا زال ولكن احنا في شوط ثاني في شوط ثاني الكرة تلعب من الجهة الأسار ولكن الكرة طالت من فيصل خراع إلى رمية جانبية نعم هذا فيصل خراع هذا عبدالله خطاب نعم تبديل كان حاضر من قبل مدير فريق العدالة بإخراج منصور المولد اللعب المهاجم وإدخال مهاجم آخر إيفرتون الذي لم يبدأ كلاعب أساسي في هذا اللقاء الهداف صاحب العشر الهداف الكرة من فيصل خراع وصلت سهلة إلى خراع فيصل لازال الذي مثل هجر والاتحاد يحضر هنا ومثل الخليج قبل ذلك يحضر مع الجيل في هذا اللقاء وبخلال هذا الموسم الكرة بتصل إلى الجهة اليوم لازالت تمرير عالية طويلة يسلام عن راسية خاطئة بتعود من راسية أخرى وصلت إلى وسط الميدان العدالة خطورة بلا شك في الدقائق الأولى ولكن هل للخطورة هل للخطورة هناك نفعا بالوصول إلى المرمى أم للخطورة ليس لها عنوان نعم بعض الأمور تبدو لنا قريبة للعدالة ولكن كرة القدم لا تعرف معنى الخطورة ولا الاستحواذ ولا الأفضلية فرصة بالكعب يا السلام لمسة بقدمنا فيها لقطة فيها انتظار الله على سست رايع ولكن مرور جميل مرور جميل يا السلام على الدفاع الجيل يا السلام على دفاعات الجيل نعم كل مدافع يثبت نفسه فيه أكثر من لقطة كرة مورت وتزديد الله وصلت يا عبدالله خطاب وصلت يا عبدالله خطاب ولكن الراية تعطي هناك الرسالة وتعطي هناك لفسايد يا عبدالله خطاب نعم هي حطة معلم حطة معلم في هذه اللقطة شاهد اليسارية الجميلة في القائم الأيسر من فرانشيسكو بيريرا ولكن الراية حضرت من المساعد الثاني في اللقطة الماضية الأستاذ حسن أهل سلام في هذه الكرة الكرة وصلت إلى فرانشيسكو بيريرا فرانشيسكو بيريرا وكرة ثابتة لصالح فريق الجيل في هذه الدقائق فريح الجلعوت كحكم الساحة مساعد أول يحضر هناك الأستاذ سعد نهلاوي مساعد ثاني حسن أهل سلام هناك أيضا شكر لحفوش الحكم الدولي فيه كحكم الرابع وأيضا لا ننسى مقيم الحكام الأستاذ إحياء هزازي الكرة تصل إلى رمية جانبية عادت إلى الخلف إلى دفاع فريق العدالة فرانشيسكو بيريرا ودفاع الجيل أختبر بشكل جيد في الشوط الأول وفي بداية الشوط الثاني كما نتحدث من خلال هذه الدقائق الكرة فيها فرصة لمسة ونقلة إلى الجهش الأمنى سلام لهذه الكرة فرصة إلى الأمام نقلة طويلة سريعة لازالت فيها انطلاقة فيها لمسة فيها باص فيها بالكعب جمال 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 يا جماعة يا السلام على هذا الجمال يا السلام على هذه الجملة على أكثر من لقطة على أكثر من جملة على أكثر من لمسة ولكن هناك بعضا من الكرة تلابد أن يكون لها حسبان ومثل هذه الكرة مثل هذه الكرة لم تكن بالحسبان رأيت هناك الدهلاوي تحضر وإلى كرة ثابتة نعم رأيتها على ماركوس نعم ماركوس الليبيري من ليبيريا صاحب 29 عاما نعم كان في موقف في اللقطة الماضية والراية تحضر الكرة طويلة إلى الأمام فاز الخراء عادت إلى فراشيسكو بيريرا خطيرة يا بيريرا ولكن ينقذ الموقف إلى الأمام طويلة إلى وسط الميدان يعني كرة هنا وكرة هناك يعني بعض الكرات لا تتوقف تماما ولا لثانية عند بعض اللاعبين هنا صافر صالح فريق الجيل يكسب من خلالها الحريب كرة ثابتة لصالح فريق الجيل كرة ثابتة في وسط الميدان نعم في هذه الدقائق الأمور تبدو رائعة وتبدو كما هي عليه في الشوط الأول الأمور لم تتغير لم تتغير كثيرا يا القادر ويا عبدالله درويش ولكن الأوراق قد تتغير نعم ولكن هل سيستمر بهذا العطاء لا نعلم الكرة بتصلى طويلة إلى الأمام السلام رائع في صورة جميلة مننا السعيد السعيد يا السلام على كرة رائعة سريعة إلى الأمام ومن غيره الهداف صاحب الأرقام الشاب الرائع بقدم يمنى قوية نافع 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 السميري السميري الهداف الحل الدائم للجيل نعم بقدم يمنى شاهد القوة الله على كرة قوية يا نافع الله على تسجيد قوية يا نافع لا تصد ولا ترد يا عبدالقدوس عطية يا له من ديربي رائع وجميل يا له من ديربي خاص بالأحساء نعم في هذه المدينة الجميلة وفي وسط مدينة الأمير عبدالله بن جلوي نعم نافع السميري يفتتح التسجيل هداف الجيل يصل إلى الهدف التاسع في هذا اللقاء ومن خلال هذا الهدف وهو الهدف الأول للجيل هنا فرصة هنا فرصة إلى جثة الأساري طويلة ولكن إلى رمية جنبية إلى رمية جنبية الجيل يتفوق في هذه الدقائق على العدالة الكرة تلعب مع قدم يمنى طويلة إلى الأمام راسيا وصلت سريعة لازالت إفرتون الله على كرة قوية الله على كرة قوية إفرتون من جهة وفرانشيسكو بيريرا مرة أخرى من جهة الله على بيريرا نعم يتحدث عن نفسه ويقول أنا هنا أنا هنا يا إفرتون قدم حضرت ولكن هناك القفاز الذهبي يحضر الكرة من ناصر ولكن خارج أرضية الميدان إلى ركلة مرمى إلى ركلة مرمى أي ديربي يا جماعة أي ديربي أي ديربي يا جماعة أي ديربي نعم في هذه الأثناء الجيل يتفوق بهدف مقابل لا شيء للعدالة نافع السميري يأتي بالنفعة الجميلة للجيل السميري يسجل هدفا رائعا هذا اللاعب الشاب هدف الجيل ومن غيره الهدف نعم بعد أعوام مرت نعم اللاعب المحلي الذي يقدم نفسه ويصنع لنفسه مستقبلا جميل من خلاله هذا الموسم الرائع الكرة بتلاعب طويلة إلى الأمام لا زالت فاس الخراء ولكن خاطئة خاطئة لا وجود لي صافرة تمرين عرضية فرصة وجود هناك مبدأ يتاح من حكم اللقاب لا زالت للعدالة هذه خطيرة هذه خطيرة هذه خطيرة الدفاع يعود الكرة في وسط الميدان هل من مهارة هل من تزديدة هل من مرتدات لا زالت إلى الجهة الأمنى سريعة الكرة بتصل مع قدم يسار السست رائع عرضية جميلة الله على قوة دفاعية رائعة في خط الدفاع الكرة بتعود إلى الجهة الأسرة تمرينها سريعة بعد ذلك إلى وسط الميدان نقلها إلى جهة اليسار يلعب للكرة طويلة إلى الأمام ولكن فرانشيسكو فرانشيسكو بيريرا فرانشيسكو بيريرا يا جماعة فرانشيسكو بيريرا البرازيل يتصدى لهذه الكرة وينقذ الموقف من أمام جملاء في الكرة الماضية تحدثت بأن كرة القدم لا تلتفت للخطورة وللاستحواذ وللافضلية وللفرص الضائعة ولللصول إلى المرمى بل تلتفت تماما بل تلتفت تماما إلى الأهداف إن حضرت الأهداف تفوقت هناك الكرة مع الفريق الذي يصل من خلالها إلى المرمى الكرة تصل إلى وسط الميدان هل من تمريرا هل من مرور الكرة تلاعب لجهة الأسهار الجيل بعد الهدف الأول يبحث عن نفسه مرة أخرى الكرة طويلة من الكنادري ولكن العبد القدوس عطية يتصدى للكرة الماضية عبد القدوس عطية لم يختبر بشكل جيد في الشوط الأول ولم تصل إلى كرات خطيرة تماما ولكن كرة واحدة من نافع السميري كانت قوية وكانت بضربة مدفعجية من المدفعج نافع وصلت إلى المرمى صافرة للعدالة صافرة للعدالة كرة ثابتة في مكان خطير كرة ثابتة في مكان خطير لصالح عبدالله خطاب فصل خراع ارتكب خطأا في مكان خطير لصالح العدالة وقد يكون الأقرب ناصر الدعجاني اللاعب الشاب الذي يقف خلف الكرة الكل يتابع الكل يشاهد لكل من يحضر في هذا اللقاء نعم أعضاء شرف نعم رئيس مجلس إدارة العدالة رئيس مجلس إدارة الجيل لكل من يتابع اللاعب في دكة البودلاء لكل من يتابع من خلال هذا اللقاء نعم يتابع هذا الديربي وهو ينتظر بأن يشاهد ديربي رائع هذا هو الديربي الرائع هذا هو الديربي الرائع ناصر الدعجاني خلف الكرة فرانشيسكو بريرا بتوجيهات المستمرة خمسة لاعبين من الحائط البشري نعم وناصر الدعجاني خلف الكرة هل من كرة ثابتة تصنع الفرحة للعدالة يا ناصر كرة ثابتة في مكان خطير هل من كرة تصنع فرحة للعدالة يا ناصر الدعجاني الله على كرة خطيرة مرت بجانب القائم يا ناصر شاهد اللقطة وشاهد الصورة وشاهد الكرة مرت بجانب القائم يا ناصر وبجانب فرانشيسكو بريرا الذي يتنفس بعد هذه الكرة ركلة مرمى لصالح الجيل ركلة مرمى ليا صالح الجيل عند فرانشيسكو بريرا الكرة بتلعب عالية طويلة إلى الأمام راسية بطول خاطئة 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 لصالح الجيل خاطئة لصالح الجيل فيها لقطة فيها فرصة هذه الكرة التي لا تستغل بالطريقة السليمة تماما الكرة بتصل إلى ناصر عادت إلى جهة الأمنة وصلت إلى وسط الميدان السعيد إلى الأمام عدل قدوس يتصدى للكرة الماضية الرتم من الرتم سريع الرتم سريع بصراحة في شوط الأول وفي شوط الثان يعني لا يوجد هناك مجالا لإعطاء إحصائية لإعطاء معلومة لخروج عن النص بل التركيز كله بالكامل على أكثر من لقطة الكرة بتصل فرانشيسكو تتصدى للكرة الماضية بريرا من أمامي عبدالله خطاب شاهد عبدالله خطاب فرانشيسكو بريرا الذي يتألق في هذا اللقاب وهو متألقا دائما في أكثر من اللقاب البرازيل الكرة بتلعب إلى الجاتل منهم تمريرا لازالت سريعة وسط ضغط على حامل الكرة ضغط بالكامل من لعبي فريق العدالة نشاهد أكثر من لقطة الكرة بتصل إلى رمية جانبية بتعود إلى الخلف هناك لا زالت أبتصل إلى مجد رشي في الكرة الماضية سريعة لازالت إلى وسط الميدان خاطئة لصالح الجيل الكرة تلعب خاطئة كثرة الكرات الخاطئة في أكثر من لقطة الكرة بتصل إلى وسط الميدان عادت إلى الخلف من الدفاع يبحث من خلالها هل من ورقة بديلة نعم الورقة البديلة قادمة من فريق الجيل والطس أحد الأسماء القريبة وحد الأسماء التي ستأتي بالدخول في هذه اللحظات من سيترك أرضية الميدان سيترك أرضية الميدان محمد رشيد نعم محمد رشيد سيترك أرضية الميدان في هذه الدقائق هذا محمد رشيد يترك أرضية الميدان للعب والطس والعبدالله الطس البديل في هذه الدقائق قال حساب محمد رشيد ورقة هنا يا قادري ورقة هناك عبدالله درويش ومن سيرمي بالأوراق كلها أولا ومن سيصل بالثلاث النقاط أولا أيضا في هذا الديربي الكرة تصل إلى وسط الميدان نقلة إلى الجهة لمنى لا زالت بكل هدوء عادت إلى وسط الميدان لنقلة إلى جهة الهصار عند الكنادري الكنادري يتابع نقلة إلى الأمام تمرير بعد ذلك عالية وصافرة في اللقطة الماضية بالسلامة لنافع السميري هذا المغربي هذا هو المغربي نعم المغربي نعم في اللقطة الماضية وفي الكرة الماضية رضا عطاسي من أمام نفع السميري وكرة ثابتة لصالح فريق الجيل في هذه الدقائق يتلقى يبدرنم أول اطمنان على سلامة لتلقي العلاج اللازم هذه المواجهة التاسع عشر التي تجمع كلا الفريقي العدالة نتحدث عنها في المركز التاسع بنصيد نقاطي 36 نقطة الجيل في المركز السادس عشر بنصيد نقاطي 31 نقطة تتحدث عن الصدارة لهذه المسابقة الحزم ينفرد بالصدارة ب63 نقطة بفارق نقاطي كبير جدا أيضا على الفيحة الذي يحضر بالوصافة بعد نتائج جابية ب57 نقطة الجبلين في المركز الثالث ب52 نقطة هجر في المركز الرابع ب45 نقطة الطائي في المركز الخامس ب43 نقطة أي مسابقة أي دوري رائع وجميل من خلالهم هذه المواجهات وهذه النقاط وهذه الفوارق وهذه اللقطة التي نشاهدها الارتقاء فوق المستوى الغير محقول بقبل رضا الطاسي من أمام نافع اسميري وبعد ذلك نافع يترك أرضية الميدان لتلقى العلاج اللازم بالسلامة لنافع بالسلامة لنافع اسميري يترك أرضية الميدان في هذه الدقائق كراب في وسط الميدان لصالح فريق الجيل كراب في وسط الميدان لصالح فريق الجيل في هذه اللحظات متابعين مشاهدين أينما كنتم عبر قنوات كاسي سبورت واحد صفر واحد لصالح الجيل أصحاب الزي السماوي عن طريق نافع اسميري اللاعب الشاب صاحب الرقم تسعة وتسعين مية عالمية بصراحة نافع اسميري الذي يصل من خلاله إلى الهدف التاسع باسمه والذي يزاحم صدارة الهدفين مع عدة أسماء رايا من الحج عثمان باري من أفرتون من لاعبية الجبلين هناك أسماء عديدة يصل من خلاله نافع اسميري كلاعبا محلي يزاحم اللاعبين الأجانب وأيضا المحليين على مستوى وعلى صدارة الهدفين وعندما نتحدث عن الأسماء المحلية التي تقدم إضافة كبيرة بلا شك على مستوى هذه المسابقة السلام رائع وتسديدها هذه وين هذه وين بعيدة كل البعد في اللقنة الماضية بعيدة كل البعد في الكرة الماضية ورقة بديلة لصالح فريق العدالة ورقة بديلة تحضر فيها هذه اللحظات تأيات ركاردية الميدان البرابر العظيم يأتي بالدخول عبد العزيز الدوسري عبد العزيز الدوسري يأتي بديلا على حساب البرابر العظيم في هذه اللحظات الكرة من ركلة مرمى ابتلعب عالية طويلة إلى اللاجهة لمن رأسيات فلس الخراء الكرة وصلت مع الدفاع إلى عبد القدوس عطية تمرين حذاري عبد القدوس عطية من هذه الكرات الخطيرة في هذه الأماكن وبمثل هذه الصورة الكرة بتصل من الجهة الأمنة تمريرها سريعة إلى وسط الميدان هذا هي الورقة البديلة التي نتحدث عنها البرابر العظيم ترك ردية الميدان على حساب عبد العزيز الدوسري فرصة للعدالة فرصة للعدالة فرصة للعدالة في الجهة الأمنة ولكن الدفاع برافو والله برافو والله برافو دفاع الجيل يقدم أداء أكثر من رائع في هذا اللقاء الكرة بتصل بقدم يصار عالية إلى السعيد في استلام جميل للغاية الكرة إلى جهة الأسرة سريعة لازالت تمرين البحث عن نافع السميري في أكثر من كرة الكرة بتلعب في وسط الميدان شاهدوا صورة الكرة عد نافع السميري يرسل لكرة هذا السعيد هذا السعيد نعم الجيل سعيدا إلى حد هذه الدقيقة ولكن العدالة يبحث عن السعادة من وصول إلى هدف التعادل هنا فرصة للجيل تمرين إلى نافع نافع نعم استلام كان خاطئا في الكرة الماضية وبدفع قوية إلى ركلة مرمى لصالح فريق العدالة شاهدونها استلام نافع كان في بعض من الاستعجال بعد ذلك إلى ركلة مرمى لصالح فريق العدالة في هذه الدقاء الكرة فيها تمرين إلى جهة الأسر نقلة منها أو لحبة طويلة منها الكنادري الكرة إلى فيصل خرّاع ولكنه هنا الكرة فيها بطاقة صفراء على ناصر دعجاني نعم دخول كان قوي بعض الشيء من ناصر دعجاني يتوجب البطاقة الصفراء البطاقة الصفراء الثانية في هذا اللقاء شاهد التدخل التدخل كان واضح من ناصر دعجاني على فيصل الخرّاع وبعد ذلك بطاقة صفراء على ناصر الدعجان بطاقة صفراء على ناصر الدعجاني بطاقات صفراء لم تكن عديدة في هذا اللقاء كانت بطاقتين صفراء حاضرة في شوط أول بطاقة في شوط ثاني بطاقة ناصر الذي تلقى البطاقة صفراء الثانية في هذا اللقاء وفي هذه اللحظات الكرة ثابتة لصالح فريق الجيل في هذه الدقائق على فكرة ناصر الدعجاني بدأ في النادي الأهلي هذا اللعب الشاب صاحب العمر 24 عاما انتقل إلى أو ذهب إلى إعارة إلى فريق فاطمة البرتغال بعد ذلك عاد إلى الأهلي ثم ذهب إلى التعاون بعد ذلك إلى الأهلي مرة أخرى وبانتقال لنا حر هناك إلى العدالة هذه الكرة الماضية من نافع أسمري يتلاقى هناك هو يتحصل على كرة ثابتة في اللقطة الماضية نافع أسمري كرة ثابتة صالح فريق الجيل في هذه الدقائق الكرة تلعب مع قدم يمنع قوي الله على كرة جميلة السعيد في كرة رائعة في اللقطة الماضية هذه كرة السعيد خادعة حارس المرمى عبدالقدوس سعطية هنا اللقطة هنا النظرة هنا الحديث من حكم اللقاء السيد فريح الجنحود معا لحب فريق العدالة مرتضى البره قائد فريق العدالة شكرا لمخرجنا الجميل والرائع على الساد بسام سامعني بلا شكل الساد بسام من رائع الذي يجعلنا في الحدث دوما وأبدا على كل صورة على كل حدث يعيشك وانت في الكبينة وانت داخل أرضية الميدان كأنك لاعبا معهم ولست ولست معلقا يصف الحدث أمامه الكرة بتصل سريعة طويلة الكرة الماضية حتى المشاهد يستمتع في مثل هذه الأحاديث وفي مثل هذه اللقطات نعم نشاهد نشاهد هذه اللقطة يبدو لنا وجود دفع في اللقطة الماضية الذي طالب من خلال محمد البرايح حكم اللقاء بفاول لصالح وبكرة ثابتة ولكن يبدو لنا حكم اللقاء أعطى أكتفى بإنظار شفوي ولقطة مرة للعدالة مرة الكرة الماضية عادت اللقطة الماضية نعم لقطة سريعة من أمام العدالة وبالسلامة لفراشيسكو لقطة مخادعة وارتقاء عالي من بريرا والكرة الماضية التي من خلالها أنقذ الموقف لاحب وريق الجيل هناك عبدالله العبدالله في الكرة الماضية بالسلامة لفراشيسكو بريرا وبالسلامة ل هناك المدافع الآخر الحاضر في خط أدفع كرة إلى ركلة ركنية عند ناصر الدعجاني هذا فراشوسكو بريرا 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 بطل هذا اللقاء بطل هذا المباراة بصراح حارس مرمى متألق بلا شك نعم بريرا القادم من مس هناك البرازيلي صاحب الأمر 28 عاما نعم يقدم نفسه مع الجيل انتقال حركانا من الفريق البرازيلي إلى فريق الجيل في عام الفينوام 18 الأول ورقة البديلة الحاضرة من المدرب عبدالله درويش دخول اللعب كيسي جين أمانغو أمانغو يا أمانغو وخروج ماركو السابابي اللعب اللي بيري ودخول اللاعب البديل في هذه اللحظات كيسي جين أمانغو في هذه الدقائق اللاعب الذي أعوام عديدة في الدور القطري في الدور الأردني يحضر معه الجيل هنا بعد انتقال الحر من خلال هذا العام الكرة بتصل إلى وسط الميدان سريعة لازالت نعم كيسي اللاعب من سحر العاج صاحب العمر 36 عاما بدأ أو حضر مع الشحانية الفريق القطري انتقال إلى الرمثة الأردني وهناك بعد ذلك إلى الشحانية إلى أمو صلال إلى المرخية إلى الجيل هناك كرة ثابتة لصالح العدالة لا نريد هذه الصورة لا نريد هذه الصورة يا جماعة نعم لا نريد هذه الصورة يا جماعة نعم بطاقة صفراء حاضرة على لاعب فريق الجيل الواضح أمامنا في الصورة في هذه الدقائق البديل وإلى الطس الذي يتلقى البطاقة الصفراء دخول كان قوي يتوجب هناك الكرة ثابتة والبطاقة الصفراء نعم حكم اللقاء يشير ببطاقة صفراء شكرا نعم لجميع متابعي هذا اللقاء ولمشاهدي قنوات كيس اسبورت أينما كنتم استمتع في هذه المواجهة وفي هذا الديربي ونصل إلى قرابة الثمانية عشر دقيقة المتبقية من الوقت الأصلي من الشوط الثاني الكريدري على التنفيذ الكريدري العمل الكرة عالية والكرة تصل إلى الجهة الأمنى فيها فرصة لا زالت المرور ولكن الكرة إلى راكلة ركنية وإلى الطس ستلقى البطاقة الصفراء وكيسي أمانغو البديل على حساب الليبيري هناك على حساب الليبيري في اللقطة الماضية الكرة تلعب عالية طويلة سريعة لا زالت إلى الجهة الأمنى 1-0 هي ليست نتيجة مطمئنة تماما في عالم كرة القدم بلا شك نعم الكرة تصل إلى وسط الميدان كيسي أمانغو طويلة إلى نافع هذا نافع هذا السميري شاهد كيسي شاهد أمانغو الكرة تصل لا زالت تأخر فيها بعض الشيء عادت إلى وسط الميدان سرعان ما عادوا لاعبي فريق العدالة إلى الخلف الكرة تصل إلى نافع بعد ذلك عادت إلى وسط الميدان كسب بعض من الوقت ترتيب اللعب تقديم هناك بعض من الكرات الهدوء التام الذي نشاهده وبنها لجمع الكرة بتصل من الجهة الأسرة سريعة لا زالت لا زالت هذه الفرصة ولكن إلى ركلة ركنية يكسب من خلال فريق الجيل هنا ورقة بديلة حاضرة ورقة بديلة حاضرة أمبارك الأسمر الخبرة الكبيرة يترك أرضية الميدان ودخول اللاعب فرناندو جابريل علامة استفهام بوجود فرناندو جابريل وبوجود إفيرتون في ذكية المدنة لا أعلم ما الذي يفكر بها مدنة فريق العدالة ولكن هنا الكرة فيها فرصة سريعة لزالة الكرة تصل إلى الجهة الأسرة إلى وسط الميدان سريعة للعدالة انطلاقة جميلة يا الله على افتكاك رائع بهذه الصورة ولكن عادت إلى الجهة الأمنا للعدالة لا زالت هذه الفرصة إلى الجهة الأمنا الجيل يقدم شوء ثاني رائع بصراحة الجيل يقدم شوء ثاني رائع بصراحة ولكن مرور من عبدالله خطاب الكرة وصلت إلى ناصر الله الدعجاني في كرة جميلة ورائعة الدعجاني في كرة جميلة ورائعة وبالسلامة لناصر عبدالله خطاب فعلى كل شيء في اللقمة الماضية الدعجاني سدد كرة قوية في الزاوية الصعبة ولكن بعد ذلك إلى ركلة مرمى على فكرة على فكرة للمعلومية نعم ناصر الدعجاني سجل هدفا رائعا في الموسم الماضي اللي لم تخلني ذاكرة وأبحث عن ذلك الهدف ناصر الدعجاني سجل هدفا سيبقى للذكرى لهذا اللعب من خارج الثمانطاعش نعم ومن خارج المنطقة التي يكون فيها هناك الدفاع وحارس المرمى من مسافة بعيدة تماما هدف عالمي بحت وهو متخصص لمثل هذه الكرات ولكن الكرة بتعود إلى وسط الميدان طويلة إلى الجهة الأمنة لصالح العدالة فيها فرصة يا السلام يا السلام يا السلام على دفاع الجيل وعلى دفاع الجيل وعلى دفاع الجيل لثلاث مرات أتحدث وأقولها وأتي بالوصف لهذا الدفاع بهذا الصورة الكرة عادة لجهة الأسار من أمام فيصل خراء عبدالله خطمار ولكن الكرة عادة فراشيسكو بريرا والكرة الماضية فيها صافرة عبدالله خطاب يقدم شوط ثاني رائع ولكن بريرا يقف بالمرصاد شاهد المرور من عبدالله خطاب شاهد تسديده وأخراج الكرة استادمت بالسعيد بعد ذلك عادة لبريرا نعم يهدأ قليلا ويشكو من بعض الآلام نطمئن على سلامة بريرا وهذه اللقطة التي كان فيها الاشتراك مع فراشيسكو بريرا مع عبدالله خطاب في اللقطة الماضية ربع ساعة متبقية على نهاية الوقت الأصلي الدقائق المتبقية فيها أحاديث كبيرة جدا الدقائق المتبقية هي الدقائق المجنونة في كرة القدم هي الدقائق القاتلة في كرة القدم إن استمر الجيل بهذا المستوى يعني قد يصل بطريقة أو بأخرى هو يلعب بهذه اللحظات على المرتدات أو على بناء هجمة بشكل سلس وسهل يصل من خلاله إلى فريق العدالة ولكن العدالة نشاهد الضغط المستمر من قبل خط الوسط وخط الهجوم الذي يقدم نفسه في شوط ثاني بشكل أكبر الكرة تلاعب إلى وسط الميتان سريعة لازالت إلى نافع السميري عادت إلى الكنادري سريعة ابتكاك رائع من السعيد الكرة من الكنادري خطيرة جدا للكرة الماضية عادت إلى كيسي أمانغو 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 هنا في هذه الكرة أمانغو يا السلام ولكن الكنادري أقرب في الكرة الماضية عشرون عاما لاعبا شاب يقدم نفسه في هذا اللقاء هنا تبديل حاضر دخول اللاعب موسى مدخلي الناظري قد يكون أحد الأوراء أحمد الناظري نعم على حساب عبدالله خطاب موسى مدخلي على حساب ناصر دعجاني على فكرة على فكرة الناظري البديل أحمد الناظري لاعب فريق العدالة وفيصل خراء لاعب فريق الجيل كلاهما مثلا فريقا واحدا وهو العميد عميد الأندية السعودية نادي الاتحاد في ذلك العام الكرة في رمية جانبية اللعب سريع أحمد الناظري نعم على حساب عبدالله الطاب في هذه الدقائق الكرة تصل إلى الجهة اليسرى سريع إلى وسط الميدان نعم الشوط الثاني فيه يعني فيه حيرة من الأمر يعني تشاهد الشوط الثاني العدالة أقرب ولكن الجيل يسجل ولكن فيها فرصة مرت الكرة الماضية طالت اللقلة الماضية إلى رمية جانبية شاهد الدقائق التي أتحدث عنها والخطور التي يستمر من خلالها العدالة الجيل يريد الحفاظ على مرمى هذه الكرة الخطيرة في اللقلة الماضية وصلت إلى رمية جانبية عن فاس الخراء خراء فيها هذه الدقائق دير برايع ومن مدينة الأحساء نعم مدينة الأحساء هناك أبيات من الشعري وحديث من الفلاسفة ومقالات جميلة وأوراق ترف من كتب ولازال الأحساء ولازالت الأحساء وهذه المدينة تزدهر بكل ما تعنيه الكلمة نعم الكرة في وسط الميدان عادت إلى الخلف بكل هدوء إلى خط الدفاع 10 دقائق الكرة تلعب عالية 1-0 هذه النتيجة حضرت ثلاث مرات آخر مرة حضرت في عام 2019 وأيضا في عام 2017 وأيضا في عام 2011 ثلاث مرات حضرت هذه النتيجة الجيل في عام 2011 الجيل أيضا في عام 2017 العدالة كان آخر من حضر بهذه النتيجة في عام 2019 الكرة تلعب طويلة إلى الأمام كيسيا مانغو يقدم دقائق رائعة منذ دخوله إلى أرضية الميدان يحافظ على كرة الحرايب خاطئة عادت سريعة لا زالت الحرايب في هذه الفرصة في هذه الكرة إلى وسط الميدان يا سلام الكنادريم تمريرها جميلة سريعة لا زالت فرصة للعدالة الدفاع يحضر بتوقيت مهم للقرائب الكرة إلى الجاتل أمنا إلى الأمام إلى فاس الخراع ولكن الكرة لا زالت ما بين لعبي العدالة والجيل وإلى إلى كيسي أمانغو الكرة إلى النجيري ولكن ولكن المغربي أقرب إلى عبد القدوس عطية بمبدأ الأمان وإلى رمية جنبية لصالح الجيل نعم يقولون يقول لهم ما عندي حل كام لم يكن لدي الحل في الكرة الماضية ماذا تريدوني أن أفعل في اللقطة الماضية كرة إلى كيسي أمانغو لا زالت أمانغو نجيري في اللقطة الماضية وكرة بعد ذلك مرت وإلى رمية جنبية ثمان دقائق من الوقت الأصلي الدقائق تمر واللحظات أمر أمر فيسل خراء إلى كيسي أمانغو يمر بهذه الكرة وإلى رمية جنبية لصالح حام فريق العدالة ألك ندري محمد راجي يرسل الكرة إلى الأمام وصلت إلى نافع اسميري السلام لهذه الكرة ولكن عادت سريعة الناظري بخبرة كبيرة تمريرا إلى الجهة الأمنا لا زالت انطلاقا من مجرش يلعب الكرة إلى الأمام فيها بينية هل من عرضية هل من حل لا توجد مساندة الكرة بتعود إلى الخلف مرة أخرى بنال هجمة في هذه اللقطة تمريرا إلى الأمام كانت بدون عنوان عادت إلى وسط الميدان لا زالت في هذه اللقطة لا زالت في هذه الكرة سريعة إلى الجهة لأمنا دقائق مجنونة تجمعها كل الفريقين في هذه اللحظات مجرش ردت فعل غاضبة بصراحة على مستوى هذه الدقائق وعلى مستوى هذه الأجواب الكرة إلى رمية جنبية رمية جنبية لصالح فريق الجيل الكرة بتلعب سريعة في هذه اللحظات الكرة تصل إلى الجهة الأسرة خراء يتابع خاطئة تعود لمسة إلى الخلف الكل يتابع تمريرا إلى الأمام عالية طويلة وصلت سهلة إلى عبد القدوس عطيا عبد القدوس يتصدر الكرة الماضية بكل هدوء يلعب للكرة إلى البريه سهلة جدا إلى مجرش يرسل الكرة سهلة إلى الجهة اليوم يبحث عن البينية عادت بعد ذلك إلى وسط الميدان وسط تمريرات مستمرة لصالح فريق العدالة في هذه الدقائق الكرة تلعب إلى وسط الميدان نقل إلى الجهة الأسرة لا زالت فيها فرصة فيها فرصة فيها فرصة الدقائق المتبقية لن تذهب عبد تماما أعني بحديثي هذا بأننا سنشاهد هدف قادر سيكون الأقرب من ومن سيأتي في التسجيل الدقائق المتبقية ستكون لها الكلمة الأخيرة على هذا اللقاء الكرة إلى ركلة مرمالية صالح فريق الجيل عند فرانشيسكو بريرا ابت اللعب عالية طويلة إلى الأمام رأسية جميلة وصلت الكرة الماضية سريعة لازالت خراع الكرة من نافع اسميري يا السلام يا السلام يا السلام الله كرة من نافع ومن كيسي أمانغو ولكن الكرة يكسب من خلال كيسي أمانغو كرة ثابتة لأصالح الجيل حاط يد على رأسها البراه حاط يد على رأسها البراه يعني يعني لم أفعل شيئا هي 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 وصلت بهذا الصورة البراه ولكن حكم اللقاء أعطى فيها صافرة يعني لا رجوع في القرار ولا وجود للرواية ولا حديث ولا اعتراض الصافرة كان أقرب من خلال حكم اللقاء وعندما يكون الحكم قريب من كل كرة يعطي أريحية في اتخاذ القرار نعم الكرة تصل إلى السعيد عالية بطول إلى الأمام وإلى وسط الميدان نعم كما تحدث الحكم عندما يكون قريب من كل كرة يعطي أريحية في اتخاذ القرار لست أفضل من المقيم الأستاذحي هزازي بجانبي ولكن هي معلومة وهي حديث وهي عبارة وهي أيضا فائدة تكون وتحضر عند بعض الكرات وعند بعض الحكام الكرة تصل إلى الجهة الأسرة سريعة الكرة الماضية طالت إلى وسط الميدان ولازالت سهلة العدالة يبحث عن نفسها منذ أن سجل الجيل عن طريق نفع السماري العدالة يبحث عن التعادل في أقرب دقيقة وفي أقرب وقت ولكن الاستعجال قد يكون هناك بكلفة كبيرة وبتكلف أكبر على مستوى هذه الدقائق كرة ثابتة لها صالح فريق الجيل في هذه الدقائق هذا مدخل البديل في هذه اللحظات الكل يتابع سريعة لازالت طويلة إلى الأمام ما بعد ذلك استخلاص من الدفاع ورسية إلى عبد القدوس ساحطية الكرة سريعة إلى جهة الأسرة إلى كندري الكل يتابع الكرة فيه وسط الميدان تمريرها جميلة فرصة للعدالة انطلاق للعدالة إلى جهة الأسرة يبحث من خلالها تمريرها بعد ذلك إلى وسط الميدان هناك من كندري أو لمسة كانت من الناظر عفوا الكرة إلى جهة الأمنا مجرى شيء عالية خطير ولكن فرانشيسكو بريرا البرازيلي أنا هنا أنا هنا إلى برازيلي نعم يرتقي عاليا ويتصدى للكرة الماضية وهو بطل هذه الدراما وهذا الديربي وهذا اللوحة الجميلة التي يرسم من خلالها العدالة والجيل هذا اللقاء بصراحة هذا الفنان التشكيلي الذي يختم رسمته بهذا التصدي يابدولي نعم الكرة تصل من عبد القدوس عطية وصلت إلى وسط الميدان سريع لازالت الكل يتابع الخراع بذكرياته من أمام الناظري زميل الأمس خصم اليوم نعم الكرة تصل إلى جهة لسار مروا جدا رائع في الكرة الماضية الله على كرة جميلة وعلى استخلاص رائع في الكرة الماضية من البديل الجميل والطس والعبد العقاب يعاقب مهاجمي فريق العدالة بخراج جميع الكرات من أمامه الكرة ابتلاع مع قدم يسار عرضية رائعة ولكن الكرة عادت إلى إلى راكل ركنية هذه فيها كلام كثير هذه فيها حديث هذه فيها نقلة نوعية الكرة تلعب عالية طويلة اتصل إلى كيسي أمانغو 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 ولكن صافرة لصالح فريق الجيل كرة ثابتة لصالح فريق الجيل عند كيسي أمانغو فوز فريق الجيل في هذا اللقاء بهذه النتيجة يصل إلى النقطة الرابعة والثلاثون ويقفز بعضا من المراكز بلا شك الجيل بهذه النتيجة سيقفز إلى بعض المراكز سيتقدم إلى بعض المراكز إلى الأمان بلا شك الكرة تصل إلى وسط الميدان التلعب سريعا إلى نافع اسماري المحرك صاحب الهدف الوحيد في هذا اللقاء الكرة تلعب إلى أمان طويلة سريعا لازالت يوقف على كورتا فرصة للجين فرصة للجين فرصة للجين لازالت الكرة الماضية ولكن الكرة إلى إلى دفاع فريق العدال الفرصة الماضية الكرة الماضية هناك يبدو لي خمس دقائق يبدو لي خمس دقائق كوقت بدأ ضايع سبع حكم اللقاء السيد فريح الحلم الجلعود خمس دقائق فيها كلام كثير وفيها أحاديث كثيرة تماما بلا شك على مستوى هذا اللقاء الكرة تصل إلى الجهة الأسرة تقدم مع هذه الكرة وصافر فيه هذه اللقطة ورقة أو ورقتين بديلة أوراق بديلة تحضر دخول اللعب أحمد الشمري وأيضا أحمد أثنيان من سيترك أرضية الميدان نفع سميري صاحب الهدف الوحيد في هذا اللقاء يترك أرضية الميدان نعم نفع سميري الآخر هنا أمامنا فيه هذه الصورة عبد المجيد السعيد قدموا مباراة كبيرة جدا في هذه المواجهة وهذه الكرة الماضية التي يكسمي خلالها إبراهيم الشهري كرة ثابتة الكرة تلعب إلى جهة الأسار إذن أوراق بديلة تربا وهي آخر الأوراق لألا مدرب عبدالله درويش المصري يتفوق على التونسي المصري يتفوق في هذا اللقاء إلى حد هذه اللحظة مع لاعبي داخل أرضية الميدان ومع فريق الكرة تصل إلى الجهة الأسرة لصالح فريق الجيل دقائق مثيرة لحظات مثيرة دقائق رائعة الله على المرور على التخطي لا تكمن لم تكمن الكرة الماضية لم تكمن اللقطة الماضية الكرة السريعة إلى الأمام لازالت تقدم رائع ولكن خراع يقف بالمرصاد في الكرة الماضية الكرة تلعب من الجهة الأمنة ولكن 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 من ولكن من يا جماعة البديل ومن غيره البديل الحاضر في أكثر منك طوائل الطس الذي تحدثنا عنه كما تحدثنا نعم حمود الشامري البديل على حساب نافع السمري وعبد المجيد السعيد هناك الأسماء البديلة في اللحظات الأخيرة من هذا اللقاء ديربي رائع في هذه المدينة رائعة ديربي نعم الأحساب الكرة وصفر هنا يبدو لي ضرب جزال العدالة ضرب جزال العدالة نعم ضرب جزال العدالة نعم تحدثت بأن هذا اللقاء وهذه الدقائق لن تنتهي على هذا الحال هوهو هوهو على دقائق مجنونة يا جماعة دقائق مجنونة يا جماعة دقائق مجنونة بلا شك نعم في هذا الديربي وفي هذه اللحظات وفي هذا الوقت الذي نتحدث عنه ضرب جزاء لهم العدالة في هذه الدقائق الكل ينتظر ويتابع ضرب الجزاء بلا شك على هذه اللحظات ضرب الجزاء والكل ينتظر ويتابع ضرب الجزاء لفريق العدالة في اللحظات وفي الدقائق الأخيرة المجنونة هل سينتهي هذا الديربي بالتعادل للعدالة أم سيكون لفرانشيسكو بريرا كلمة الكل ينتظر والكل يتابع يتقدم من خلالها قدم يمنى الله جول من الهدف هدف نعم من الهدف إفرتون البديل إفرتون البديل يتحدث ويكون له الكلمة الأكبر والأقوى في هذا اللقاء العدالة نعم يريد أن ينهي المباراة بالتعادل وبالعدالة الكافية لأنه أيضا قدم مباراة كبيرة من أمام غريمه الجيل في هذا اللقاء نعم تعادل في لحظات آخيرة دربي كبير جدا هنا في هذه الدقائق المجنونة ولسه 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 مروا الراية عرضي يا الله ما لا 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 لا، ليست بهذه الصورة وليست بهذه الطريقة ليست بهذه الصورة وليست بهذه الطريقة هذه كيف مرت، كيف عدت لاعب القرأ ابتل لعب الى الجائد اتل أمنا رميا جربيا ابتل لعب سريعا الى الأمام مروا، راع وصافرهم الامور على غير عاده مباراة مجنونة تماما في دقائقها المجنونة المباراة جنجنونها تماما في هذه اللحظات الأخيرة نعم كرة ثابتة في مكان خطير وفي لحظات أخيرة كرة ثابتة لصالح فريق العدالة الكل على أعصابه الكل على أعصابه نعم في هذه الدقائق فرناندو جابريل فرناندو يلعب لكرة عالية اعتلت على الجميع ومع هذه الكرة ينهي هذا الدراما الجميل هذه المباراة جميلة هذا الديربي الرايع حكم اللقاء الأستاذ فريح الجلعود بصافرة هنا جميلة من هذا الحكم الشاب وبطاقم التحكيم أرجو أنكم استمتعتم وتمتعتم ديربي من مدينة الأحسان بهذا الجمال وبهذا الروح هذه المدينة الرائعة التي من خلالها تعطي هذا العنوان الجميل والرايع على كل الفريقين يبدو لنا في بعض من اللقطات وفي بعض من الأحاديث للأمور بقية هذه ضربة الجزاء التي حضر من خلالها التعادل من العدالة بعد هدف رائع من نافع أسماري مباراة جميلة مباراة رائعة مباراة كانت على كفة عالية أرجو أنني وفقت بالوصف والتعليق على هذا اللقاء بعد هذا الهدف أيضا الجميل من نافع أسماري مباراة من خلال هذا الجولة ومن هذا المسابقة دوري الأمير محمد السلماني دياتي درجة الأولى عبدالله العمري تقبلوا تحياتي ألقاكم في مباراة قادمة بحول الله دمتم بحفظ الله ترجمة نانسي قنقر